جاءنا اليوم لهذا الصرح الوطني لأنه كلما بلدنا بتكون بموقف حرج بحالة يلي مفروض يكون فيه عندنا وحدة وطنية دايما بنعتبر المرجعية الأساسية اللي يجب أن نتكلم معها لتثبيت موقف السيادي والموقف وطني هو غبطة البطرك لا شك اليوم أنه نحن بحالة حرب يمكن الحرب مش على مستوى لبنان كله بس شنوبنا عم يتعرض لحرب وبالنسبة لأنه التعرض لأي شقفي من لبنان هو تعرض لأينا كلنا كل اللبناني مع القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي القضية الأم بس هيدا شيء وعملية حماية وطننا وعدم محاولة يدفشونا لعملية حرب المنطقة شيء تاني تحتى نحافظ على بلدنا لبنان وقف مع القضية الفلسطينية لخمس وسبعين سنة تعرض بلدنا لعدة حروب من تحت القضية وقفنا سابتين بس اليوم لن نرضى أنه ننجر لحرب لعملية جر بلدنا لحرب نحن بعيدين عنها تنبنع هالبلد من هالحالية اللي نحن خايفنين أنه يجرون عليها في ثلاثة موضوع أساسية أولا حماية المؤسسة العسكرية وهون نطالب ونصر على التمديد لقائد الجيش وتأخير تسريحه لأنه لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية بتكون بلا قيادة حكيمة اثنين يجب أن نضلوا لبنان تحت الشرعية الدولية أن نضلنا تحت الشرعية الدولية يعني يجب تطبيق الألف وسبعمية وواحد بحسافيره وإذا كنا بدنا نطبي الألف وسبعمية وواحد بحسافيره السؤالي لرئيس مجلس الوزراء برحس معنا أن حماس والفصائل الفلسطينية عم يطالب أن يكون لبنان مركز لتجنيد القوى للعملية الطلاع في الطيفان القدس لا حتى يروحوا يحاربوا بغزة وين السيادة يا دورت رئيس مجلس الوزراء وين السيادة إذا نحن اليوم بحالة حرب يجب إعلان حالة الطوارئ وتسليم الجنوب مباشرة للمؤسسة العسكرية ومنع عملية الخرقات على ألف وسبعمية وواحد إذا منطلع عليها كلها يتميشوف الضعف الأساسي هو بعملية انتخاب الرئيس لو نحن كان عنا مؤسساتنا وكنا سابتين من فوق الأربع عشر شهر ما كنا وصلنا لهذه الملحة كان في عنا رئيس جمهورية كان في عنا مؤسسات سابتة كان في عنا حكومة مع الشرعية الكاملة مجلس نواب يلي مفروض كانت تشتغل بالعلاقات الدولية كمؤسسة دولة مش كأشخاص حتى بالأخ نحافظ على بلدنا ونمنعه من الانزلاق لهذه الحرب من هون نحن بنقول يجب ونطلب من دولة الرئيس نبي برري رئيس مجلس النواب أن يدعي مجلس النواب لجلسة مفتوحة ودورات متتالية لانتخاب الرئيس يجب انتظام هذه الدولة حتى نمشي بعملية الإصلاحات الاقتصادية لأنه شعبنا بيستاهل أكتر بكتير ما الكل عم يقدر يقدر يقدموله شكرا 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 اشتركوا في القناة